كما شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تحدثت مع شركات سيارات في العالم منذ خمس سنوات لتصنيع سيارات كهربائية وأخرى تعمل بالغاز الطبعي في مصر كبديل عن استخدام الوقود الأحفوري الملوثي للبيئة وأكد سيد الرئيس على أهمية تكاتف الدول والقطاع الخاص من أجل مواجهة التغيرات المناخية لفتا إلى أن هناك فرصة لتغيير ما يتراوح بين 200 إلى 300 مليون سيارة على مستوى العالم وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة نحن فيه كم مليون سيارة في العالم أتصور مئات الملايين في العالم كله تصوروا في خلال 8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع أو على الأقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى ديه 10% 20% 30% هي دي الفرصة هي دي الفرصة اللي هتوفرها هتعمل إحلال حجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم الطاقة الأحفرية سواء كان سولار أو بنزين يتحول إلى غاز أو كهرباء إحنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها بس اتحركنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا أنا بتكلم عن السيارات ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات إن إحنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا اشراكة مع الشركات ديه لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر وابتديني نعمل مش حنعمل ابتديني نعمل مبادرات لإحلال السيارات اشتركوا في القناة